تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عرب سموه في برقيته عن خالص التهن والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالة الملك المفدى وهو ينعم بوافر الصحة والسعادة كما اغتنم سمو رئيس الوزراء مناسبة حلول شهر رمضان الفضيل بالابتهال إلى الله العلي القدير أن يمنى على مملكة البحرين وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع برحمته الواسعة وأن يرفع عن الجميع وباء جائحة فيروس كورونا وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها لما فيه الخير للبشرية جمعا وأن يجعل الشهر الكريم شهر خير وبركة على البحرين وشعبها الوفي في ظل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة وأن يعيد على مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عرب جلالة الملك المفدى عن دواعي سروره لتلقيه برقية سمو رئيس الوزراء المهنية لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 للهجرة مقدرا لسموه هذه المشاعر النبيلة دعينا الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ سمو رئيس الوزراء ويرعاه ويمتعه بالصحة والعافية وأن يرفع عن مملكة البحرين وعن البشرية جمعا هذا الوباء المستجد برحمته الواسعة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر